اختي كريمة تقول عليكي ما عاوزاش تاجي لا ازاي ده كريمة حببتي ده نابات في الفيلا انشالله ليلة واحدة وبعد كده انشالله اموت ولا اروح في ستين ده انا هروح اغير هدومي هاوة كفاية موت عاد خلين احنا في بكرة ربنا يساعدك يا حكم حملك تجيل الله الله يا اختي المهم تمشي المركب وتبحر ايه يا ولقي انت مالك وقفالي كده ليه ما تروحي كده ولا كده ممنوعة يا ست زكي المبنى ده مخصوص الستهم مقامين اولادهم اه وانت مالك يعناي بالكلام ده عينوك مهندس مساحة بتوزعي الأدوار زي ما انت عايزة وقفة تتقصعيلي متاوع يا وقية من وقاش لا 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 مش كده يا معطية الناس دي بتعمل المطلوب منيه مالنا وملحشت الناس احنا حنبيته في الوسطاني ديه والنومة ديه زي النومة ديه وكلهم في نفس الجسر ومش هنا ليه يا حد ما نستعجليش يا زكيه بكرا جوزك يبني للجسر دي الوقت نناموا في بابنا الضيوف ابرك وحسة من وجع الدماغ بنات ابوهبة فوق بملك ابوهم ايه يا سبعان؟ وقفة زي العنج كده ليه؟ وقفة تهولوا على الحال المائل يا بنت ابوي كيف تدخلي زكيه بنت الناس ديه؟ ده بات اخوي بلك الصالح اخوك راجد مبينتقش وانتي وحكم ولست مع بعض طول عمرك خوافة يا صباح ولما تجي في جدامه تبكي وتقولي اخويا ولا لأ يا كريمة المرة دي لو ما خطفتش حكك حكم وعياله حيتحنوك وانتي وعيالك عاوزين استدر حافظي على طينك لو عاوز الزرع اجمدي يا اخوك كده يا خلف راكب راكب يا بختك يا عم جاعد جنبها يا باي جر عاد هو حد جاب سيرت شغلك اللي في القرى السياحية ما انت عمالت غرف من البحر غرف الله اكبر عليك يا عطية انا لو منك كاسكت خالص مش كفاية هتاخد مكان مهر كاسكت ليه؟ المجلوب لازم ان يتعدل الروف فوج مش تحت عمرك سمعت عن حد بيحط الروف مكان الجراش لا جصدك ايه؟ جصد ان انا الكبير وان حمزة ولدي هو اللي هيورس وزي ما حكى بخدم مكانه الصح اني كمان ارجع لمكاني الصح لما تمشي على اسنانك اعطي هتاخد الزبة الكبيرة لما يرجع عمي هيبة تكسودين بس بس خلاص انتوا هتضحونا على الفضية ابوكم امكم على جاية ابوكم امكم تعالي وفطري يا بيت اخوهي نفسي مزدودة ما عرفش ليه يا عمتي مش تسلمي على حماتك ولا لساكي نايمة يا بنت غنيمة احنا ولادة مهيبة يا خالتي ولا ناسيها هجوه دي يا امينة بط لبط معلش يا عمي ماليش في القعدة دي يلا يا حمزة ما تجري وراها يا معدول لحسن تحلف عليك كتكنيلة يا موكوس يا ابني بطني احد يا خوهي باي، باي place باي مبلحك انيينة انيينة بقى كده اللي انت عملت ديه ما صاحش خليك في حلك يا عطى وراوحني وانت ساكت رواحني وانت ساكت باتا حديني جلمة احسن بل تف على وشي بطل ايه لتأدب آيه لتأدب بجرب بأقول لك إيه أنا ساكت بس عشان خطر أبوكي كان نفسي تعا مني على أني مراتك مش بنت يا بوهيبة يا بنت من انت مراتي وحبيبتي كمارا كان ده بيعطيها انا مفاهمش بس انت دي جلبة بوزك بوزي؟ عشان ده 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 زي 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 كان مفيش فايدة فيك روحني يلا يا عميل يا عميل يا حبي المفضوع مش كده انت فاعمة بلط يا عميل اوه بقى كفية بقى كده كده يا عميل يا عميل دي مش غلطة يا عميل دي وكني فاكلة انت مساكت علي حاجة كده ولا كده لا ها اللي في مخيك ده وهمة يا عميل كدبت يا عميل بقول لك جديد جديد بالتيكت يعني يكون جايبوا المين يعني؟ جايبوا لك بس موضوع عمينا الثاني اوه يا كده واحدة من الثلاثة عمرك كده مش عايدة اشوف وزك امينة امينة ولي هم ولزمتها ايه السفرية دي يا مار؟ عمي الحاله مع مرته وبيته عارفين يا بي؟ حتسمعنا الكرآن؟ ما عرفش ليه كرهاني كده مش زي مش زي اخواتي خلفوا عطيه ولا انا تحت رجليهم؟ وتحت تحت رجليهم لحدة ما تتجوز بنت عمك اقسم بالله ساعتها دلع فيك دلع يا ماهر عمرك ما شفته انت فاكرني بلعب ولا ايه؟ ده الورث ده بروحك يا ابن حاكم اياك تنسى انك انت من غير الجوازة دي خدام عند ابو هب انا مش خدام عند هد انا درق عمي اليمين كدهب عارف لو عمك لقى الوريس الصح ساعتها حيرميك رمي الكلام طب ربنا مساهلها لك تعرف لو غنيمة مش خايفة تخلف بيتي كمان اقسم بالله لتاحبل من ابو هب انت بتقولي ايه؟ بقولك يا حبيبي اللي انت عامل نفسك مش عارف احمد ربك ان غنيمة خلفتها كلها بنات مزي يومك بطنها بتجيب فرسان امو لانا فرسك كل بمين يا عريس امو انا ههوم عشان الهاج طب بقولك ايه تبقى تلون عليها وانتوا برا جي فرسة يا ماهر اياك تضيح عمك عيام والله اعلم حتى لو قام هيقوموا ناقص منه ايه؟ انت وبنت عمك ومحدش معاكم عايزك بقى يا حبيب امك ترجع وهي ملبسة على لسانك احفظ يا اخويا الكلمتين دول كويس حطهم حلقة في ودنك واعمل بيهم يا رحمك هجوم عشان الهاجة بالسلامة يا حبيبي ايه وحتنسى اللي قلتلك علي ما عرفش الودة مش طالعلي الليل موافد ابعتلك روحاني مع فارس شوف طلبتهم ايه ونقسم البطن بالنص حطبتك هلا بغطها لا لا مش انتا مش انتا لا ايه؟ خمس عمليات وكلهم نجحوه وغفين دلوها دي ماشي انا هتصرف يمسك اذا كتروح المستشفى اللي فيها ابويه بقى وعيز اسمع خبره حضرتك خليني معاك انا ماليش في الضرب انا مش عايزك تضرب تاديت الله ا POW! اووذ بالله مش شدر الرجيم اووذ بالله مش شدر الرجيم اووذ باللهereyeش شدرن مالك يا امي ملك! أبوكي! أترى الأبوكي! ترجمة نانسي قنقر